نظم قطع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل في 15 مايو بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقبية الحديثة شهدت الاحتفالية بإقامة عدد من الندوات الدينية للحديث حول دروس الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها وهو ما يرسخ لدى نزلاء القيم الدينية التي أساسها الاعتدال في إطار حرص وزارة الداخلية على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقا للمفهوم الإنساني في السياسة العقبية الحديثة نظم قطاع الحمال مجتمعي احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها وهو ما يرصخ لدى النزلاء قيما دينية أساسها الاعتدال كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس نتعلم من كل موقف درس نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة نبي قول اللهم افتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك لو مسامع قلبي تفتحت لأنوار الوحي لأخذت واستمدت ححاسب نفسي على الكلمة ححاسب نفسي على الحركة ححاسب نفسي على الفعل نقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في أمن وأمان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء فهي فرصة أمامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة أمور دينهم ودنياه حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين فكرياً لبداية حياة جديدة شروط التوبة النصوح وكيف أعلم أن الله قد تقبلها مني التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها أبداً يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله طوبة النصوحة وخد بلك من حاجة جميلة أوي إن ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك إلى التوبة اعرف أنه عايز يتوب عليك النهاردة كان في نادوة دينية حضرناها إحنا وإخواننا النزلاء سألنا أسئلة وأجابنا عليها العلماء إجابة وفية أفادتنا جميعاً بنهني السيد الرئيس عفتاح السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة رأس سنة الهجرية عاد الله على الأمة الإسلامية وعلى شعب مصري بخير الأمن والبركات في حاجات إحنا هنا عرفناها ما عرفناش برا من خلالنا دوات الدينية بنعرف حاجة كتير إحنا ما كناش نعرفها عن الدين عن الإسلام حاجة كتير ما كنتش عرفها تعلمتها هنا كل أسئلة بيسألها بيتجاوب عليها والشيوخ بصراحة لنا بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسهم في كل حاجة وبيردوا على كل أسئلة نستفيد من المشايخ اللي بيجينا والبكاترة نحن بنسألهم وبناخد رد على أسئلتنا بقى فيه تحفيظ للقرآن بقى فيه محو أمية فيه تعليم إحياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع